عمر اليمن في أسوأ حالاتهم فلا عمل ولا دخل ولا إنتاج ولا نشاط اقتصادي فالبلاد أصبحت بيئة طاردة منذ تحولت إلى ساحة حرب بين الأطراف الداخلية المتنزعة وهدفا لضربة قوات العدوان السعودي ما لا يقل عن ثلاثة ملايين عامل هم حصلة جديدة لنسبة البطالة المرتفعة في البلاد أصلا بينهم من كان يعمل موسميا أو مؤقتا أو في وظيفة دائمة وفقا لبيانات الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ما يضاعف عدد البطالة الموجودة في الاقتصاد إلى عشرة ملايين وسبعمائة وسبعين ألف فرد العمال في اليمن يعيشون أوضاعا صعبة نظرا لفقدانهم مصادر دخلهم وتسريحهم من أعمالهم من دون تعويضات إضافة إلى انسداد قنوات التشغيل المولدة لفرص العمل وضربت الأحداث التي تمر بها البلاد مجمل القطاعات الاقتصادية مسببة نوعا من الشلل العام فالبرنامج الاستثماري الحكومي متوقف والقطاع الخاص اللاعب الرئيس في كثير من الأنشطة الاقتصادية جمد غالبية أنشطته في الفترة الأخيرة فدفع بالعمالات المسرحة إلى رصيف البطالة ترجمة نانسي قنقر